حررت مواقع الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم شرعية مواقع كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوث الإقلابية في سلسلة جبال الصلب بمديرية نهم شرقي صنغاء وعوضح مصر العسكريين أبطال الجيش الوطني شأنه هجوما خاطفا تمكنوا خلاله من تحرير عدد من المرتفعات في سلسلة جبال صلب جنوب نهم مؤكدا أن المعارك أسفرت عن مقتل وجرح العديد من عناصر ميليشي الحوثي واستهدفت مدفعية الجيش الوطني تعزيزات واليات تابعة للميليشيات بالقرب من جبال صلب وتمكنت من تدمير عدد منها كانت تحمل تعزيزات بشرية ومصرع جميع من كانوا على متن